مرحبتين طيب فاكرين يا شباب وتكلمنا عن الجنغل وتكلمنا عن الجنغل باتس المرة اللي فاتت ما تبحرت في الجنغل باتس ولا تكلمت عنها كثير فخليني اشرحها زي ما قلناها زي ما قلنا من الريد فكاليوم تكلمنا على الريدت على الريدت يعني زي هذا هحط اللينك حقه للمجموعة زي المرة اللي فاتت واخدناه من رريدت ما اخدته من انتي هذا مش انا اللي طلعت به هذا رريدت فادونا به يعني واحد هذا اللي كتبه وانا اخدته وسرت اشرحه للجميع يعني وتعلمت منه حاجات زيادة طبعا الكلام هذا قديم طيب زي ما قلنا يا شباب في اخر مرة تكلمنا عنه اللي ما شاف الفيديو الكديم يا شباب اللي هو شرح عامل الجنجل يروحوا يشوفوا في يوتيوب اليوم هذا تكمل للشرح هذا كما هاعيد الكلام اللي قلته اول فبس سمريا السريع اتكلمنا عن الكامس وقلنا كل كامب ام يطي اكس بي وقلنا على كل قديم ايش اكس بي يعطيك الكامب ايش احسن كامبس تبدأ فيها ويش احسن كامبس تمشي فيها كطريق كباث ام وقلنا برضو كل لفل انت كجنجلر كام يحتاج اكس بي عشان تلو لفل اثنين ماتينة وتمانين تلاتمية وتمانين لو تلاحظ كل الليفل يزيد 100 اكس بي زياد عشان تلو الليفل اللي بعده انت لما تفهم كل قديم تحتاج اكس بي عشان تلو هتفهم في الجنجل ايش الباث اللي اصلح لك وانفع لك ام ولا تنسوا كمان زي ما قلنا الائتم المشتة ولا الائتم التانية اللي هي النسيت اسمها لما تاخدها ويكون لفل الجنجل كامب اعلى منك بلفل لما تكتروا الكامب هذا حتاخد على كل مينين يا شباب يعني لو على وولف على سمول وولف بدل ما تاخد اربعين تاخد سبعين اوكي على كل مينين مش على كل كامب اوكي يمكن انا ما ذكرت على المرة اللي فاتت حتكرها دحين مرة تانية يعني اذا عندك مشتة وليفل الولفز اعلى منك بليفل هما لفل ثلاثة وانت لفل اثنين كل واحد منهم حياتك تلاتين اكس بي زيادة التاليسمن هي مزبوطة فدائما من مصلحاتك تشوف طبعا انا اقنك ولا اخد كامب لو اخدت الكامب الكامب هذا حيلفلني اخد الكامب اولى تقريبا مو دائما تقريبا اولى او اني اخد الكامب الفل واروح اسوي قانك ولا اروح اسوي قانك على طول لانه لو اخدت الكامب ما حاستفيد من اللفل طبعا هذه واحدة من او طريقة التفكير اللي نبقى تفكروا بيها عشان تكون فاهم بالجنجل بعد كده عندك الجنجل بات سو هذا اللي ممكن ما تكلمنا عنه كثيرا لسبوع اللي فات الباث الاول بنتكلم على انت كجنجلر تبدأ من رابترز بعدين تروح على رد بعدين تروح على سكتل ايش ميزة الباث هذا ولا ايش تسويه طبعا هذه حتعطيك لفل ثلاثة على طول لانه انت لمن اول ما حتجي من البيس حتروح على رابترز رابترز حيعطيك اكبر عدد اكس بي في الجيم كل واحد من رابترز من الصغار هيعطيك 15 زائد 30 يا شباب 45 كل واحد من الصغار هيعطوك وعندك كم صغير هما 5 صغار 5 في 45 والكبير البيق رابتر هيعطيك 115 زائد 30 فالرابتر اللي حاله هيعطيك 370 370 على طول هتلفي لك لفل 2 تروح تاخد رد رد هيكون لفلك نفس اللفل حقه فما هتاخد الادبانتج الزيادة هنا هتاخد 370 اكس بي هنا هتاخد 260 بس ما هتاخد البونس حق المشتي لانه لفلك نفس اللفل وحتروح على سكتل وحتاخد 60 بس 370 وماتين وستين وستين هتعطيك لفل 3 على طول لازم تعرفوا شباب ايش لما انت بتسوي لفل 3 هذا واحد من الطرق اللي ممكن تاخدها طبعا مين اقدر يبدأ احتمال كبير كمان عشان عنده او حقته او حقته احتمال بالنسبة ل انا ماني محترف جنقل يا شباب بس انا بفكر من وجهة نظر من وجهة نظري على اساس ان والله الشامبيونز هذول عندهم او اي كتير في البداية وعندهم سستين كويس رينقار عنده سستين مرة كويس شيفانا سكارنر برضو ممكن فايش ميزة الباث هذا ومينة تسوي الباث هذا الباث هذا لما انت تبغى تسوي فاست لفل ثري قانك ولا فاست لفل ثري كاونتر قانك اوكي ايفرن ليش تسويه دايما عشان يعني لو الجنقل حقه هم بدأ فوق هنا هو يبغى يجي بسرعة على ريث سريد سكتل بعدين يجي من هنا من وراه يسوي الكيو حقته على على بلو طبعا ممكن يكنسل سكتل بس ما حيصير لفل ثلاثة حيصير لفل اثنين اذا مستعجل يسوي الكيو هنا من وراه يشيل البلو ويرجع او يشيل القرومب ويرجع طبعا لو البوت ما بدأت فهذا من الباث المرة كويسة اللي تسويها عشان تنزل تسوي كاونتر قانك بالسرعة او ممكن تسوي بيها ستاندرت قانك فهذا باث رقم واحد اشياء اوكي باث رقم اثنين هنشوف اللي هي ريد كرقس سكتل هذا الباث مرة صعب مرة خطير برضو نفس الفكرة سكتل الباث هذا هيعطيك اكس بي تقريبا اراوند هتوصل هذا الباث انا هشوف ما عد صار نستخدمه كتير هنتكلم على الباث الباقي هذا باث اثنين نفس الفكرة ونوسط بعدين عندنا باث تلاتة اللي هو زي ما قلنا العادة ريد طبعا ريد وولف هذا رقم تلاتة او نفس الشي هذا رقم 4 الباث هذا ميزته والله ممكن تسوي به يعني تكمل عليه على طول من هنا او من هنا او تقنك من هنا او من هنا هذا اذا تبقى تسوي على بوت مثلا بالرد لانو انت عارفين شباب دايما لما يكون معاك الرد احسن شي تسوي بيها لانو الرد تسوي الدامج الزيادة وتديكها فلما تاخد رد تسوي بيها أو لا والله ابغى سوي على السريع ابغى ااخد البفس عشان اسوي للمينيون للمينيون حقاتي لا تنسوا الرد يعطوك يعطيك زيادة ويعطيك زيادة البلو يعطيك سي دي آر فباور كلير زيادة فانت لازم تحدد ايستبعو طبعا هذا انت بتقول انا ابغى لعب في الجهة حقتي من الماب ما ابغى لعب في الجهة الثانية وهكذا بعد كده عندنا طبعا الجهة الثانية نفس الشي انت ممكن تسوي اختار كل هاد ينفع على اثنين هادي برضو حتى يعطيك تلاقيت وهادي تستخدمها انا استخدمها في حالة في تنفع في الحالة هادي وهنا عندنا او اي احد يبدأ بلو بعدين وولف بعدين ريد اوكي وانا ما ابغى ابدأ ريد اول ما ابغى سوي ممكن تاخد ريد اذا عرفت انه الجنغل بدأ هنا انت فجأة نزلت انت تبقى تمشي بلو وولف ريد ولقيت انه والله البوت حقونك ولا انت حطيت وارد وشفت انه الجنغل بدأ في الجهة الثانية بدأ هنا او بدأ هنا عرفت انه بدأ هنا فانت عارف انه هينزل لفل ثلاثة هنا لازم تاخد قرار فبدأ ما تروح تاخد تمشي زي كده لانا قلت لكم او ايش اهم شي عندنا في في قلنا رقيت الجنغل حقهم بدأ بلو نزل وولف بعدين نزل ريد انت عرفت انه موجود هنا لانه هذا تأخر وقال لك جنغل ايش تقرر انت وانت بدأت في البلو يشير ممكن تاخد تروح البلو بعدين وولف بعدين جرومب حتصير لفل ثلاثة كالجنغل بعدين تجي على سكتل حتلاقي هو هنا فواحد منكم يا حتتضارب على سكتل يا انكم حتنزلوا كلكم لفل تري هنا فتكون مستعد بدأ لما تروح زي الأهبل في الجهة هذيك اللي فوق اوكي يا شباب في الجنغل لازم تفكر الافكار اللي هي تساعدك تقرر ايش الباث اللي لازم امشي عليه والباث مو بس يعتمد على نفس الشي دايما اسوي انا يعتمد على حاجتين يعتمد على اكتر من حاجة يعتمد على طبعا الماتشب حقك الجنغل اللي انت ما اخده يعتمد على الماتشب حقك من الجنغل اللي قدامك وكيف تلعب حوله ويعتمد على ايش هو سوى لما نلعب اوكي يهمك تعرف المعلومات هذه عشان تعرف هو ايش سوى لما نلعب لما تعرف ايش سوى انت هتاخد قرارات اصح واعفهم بعد كده عندنا الباث الثاني اللي هي طبعا نفس الطريقة تاخد 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 في الجهة الثانية نفس الطريقة تاخد بعدين تاخد اكشيلي ريد بعدين تاخد بلو بعدين تاخد قرومب وولف نجيب بريفل اربعة من دون سكتل هذه كلها لفل اربعة هذه عشان تلفي الاربعة بسرعة لو انت تشامبيون زي هكرم انت تبقى جيب اربعة بسرعة ما تبقى تلعب على لفل ثلاثة لانه الحقك في لفل اربعة احسن من باور سبايك في لفل ثلاثة تبقى تستعجل تسويها بسرعة ركسة اظن برضو بنفس الطريقة بعدين عندك الكلير اللي هو الفل لفل سكس كلير انت تشامبيون يبغى يوصل لفل ستة باسرع سرعة ماستري ما يبغى يسوي قنك كان طبعا واروك القديم مادري داوار كل جديد نفس الطريقة هيكرم برضو نفس الطريقة جيفانا نفس الطريقة في مجموعة كبيرة اللي هم احسن باث مكتوب تاخده رابتر زوالف غرومب بلو رابتر زوالف غرومب سوري غرومب بعدين بلو بعدين سكتل حتيوصل لفل اربعة طبعا تسوي بسرعة وبعدين ترجع تسوي عشان الوقت اللي حتمشي من هنا الهنا نفس الوقت اللي حتمشي تقريبا من هنا الهنا ويستشتري الايتم تسوي بعدين تسوي بعدين هتسوي مرة تانية وولف وغرومب حيكون بلو لسه ما رجي حتكون لفل ستة يعني اوكي فهذا الباث اللي مستعجلين يبو يجيبوا لفل ستة في باث تاني نفس الطريقة تبدأ بعدين ما تأخذ الباف الكبيرة بعدين ترجع ريكول بعدين مرة تانية نفس الشي رابترز رد راقز بعدين وولف بعدين بلو هتوصل لفل ستة ففي عندنا طريقتين نجيب فيها لفل ستة كلير وهذه دايما تشوفوا شاطح يسويها عندي لما نلعب ستريم ورز يسوي كلير ما يشيل الباف سوي ريكول بعدين يرجع يشي طبعا لما نلعب هي كريم بعدين يرجع يسوي فل كلير مرة ثانية حتوصل لفل ستة على طول وحتوصل لفل ستة بمرة بسرعة قدام الجنق در الثاني اللي قدام فهذه هتفيدك انك توصل للفل اللي انت تحتاجه بالسرعة السريعة غير كده طبعا هذي الاساسية اللي هو انت بتلعب لحالك وانت شايف اللي قدام زي ما قلنا يا شباب تسوي كونتر قانك وماتش قانك انت بتسوي ريد بعدين سويت وولف بعدين سويت بلو بعدين جاي طب شفت الجنق الحقهم جاي طب جاي وري وجهك يا تسوي كونتر قانك والله انت ما عرفت هو في البداية بدأ بدأ بلو بعدين راح وولف بعدين راح طب وراح طب انت بديت هنا بعدين كذا بعدين كذا بعدين نزلت تحت او ما هو موجود فوق شفت فوق هنا من يوم تشوف الجنق الحقهم فوق اباك تروح تجري هنا تشيل حقه القرومب اذا قادر او انك تسوي قانك تحت احيانا ما تلحق تسوي الكاونتر قانك والماتش قانك حقتك لا تجلس ضيع وقت ما تسوي ولا حاجة عندك طريقتين تعاقب بيها الجنق المقابل لمن هو يسوي قانك والقانك حقته تفشل يا انه انت تكمل باور فارم يا تخش على الجنق حقته تشيل جنق له يا انه انت تكمل وريتس حقونك اوكي ايش معناه لو هو طلع هنا ضيع له عشرين ثانية ما سوى فيها اشياء طبعا بالزات لو ما اخذ كل على الادم اللي قدامه وانت في المقابل اخذت لك كامبين زيادة فانت حسير لفل لفل نص زيادة وحيصير عندك زيادة واذا انت فاهم وكملت بالطريقة هذي طول الوقت انت يول زيادة هذي طول الوقت فمتى اشوف الجنق دايما نشوفها شوفنا الجنق الحقهم فوق الجنق الحقنا وهو ماهو قريب منه طبعا لو هو قريب على طول يطلع زي ما قلنا يا شباب انت بتضرب بلو ولا بتضرب وشوفت الجنق هو انت شوفت فوق هنا تروح تسوي للبوت حقك عشان تروح وتاخد دريك روح على الجنق الحقهم انت تقرر ايش احسن على حسب الوضع اللي انت فيه لا تي يصطيع وقت الجنق لانه انت اللي تحدد الجنق وكيف الجنق يتلاعب ويش يصير ويش ينزل ومين اللين اللي يبغى يسوي عليه بوش ولما نسوي بوش على اللين هذا ايش حيصير في الجهة التانية ولا تنسى انه قراراتك انت كجنق تؤثر على قرارات الجنق اللي في الجيم التاني اوكي اللي في التيم التاني ومرة ضرورية من يوم ما حيشوفك زي الاب له واقف هنا وهو حطين وارد حتلاقي التيم التاني بسرعة بسرعة ايبسر 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 انزله اوكي شايفينك هذا حيصير لك بيت ما حيضيع وقت او شايفينك هنا طبعا كجنق لو شايفينك هنا ولا هنا هيقرر يصير لك بيت ووقف قدامك وانت زي الاحب الواقف هنا اشوف اشوف كثير في اللو يضيع وقت مرة كثير مرة كثير مرة كثير لما نضيع وقت مرة كثير التيما التاني هيستفيد منها بطريقة او باخرى فيبغانا نتبع اشياء لات هذه طبعا ليش في السايد هذا في جنغلز احسن من جنغلز ثانيين ليسن احسن جنغل في البلو سايد دايما لما تشوف في يقول لك ليسن ليش لانه يقدر ليسن في بداية الگيم والباور سبايك حقته يقدر دايما يسرق دريك لانه بارو ما يطلع للفل 20 فما يهم انا الى دقيقة 20 سوري فما يهم هم دايما يكون مضارب عليه دايما اذا والله التيم الثاني ما يبغل دايما تلاقي الاحمر هم اللي يسو بان ليسن مش الازرق طبعا البانز والمات شابس هذي الباثس البقية كلها ما هي اساسية مخترعة على حسب انت فين شايف الجنغلر فزي ما قلنا الباثات الستة اللي في البداية هشوفوها موجودة في اليوم هقفل على كذا ويعطيكم الصحة والعافية ومشكورين ما قلصتم نشوف سرح جاي اشتركوا في القناة